خرجت الروح تصعد ثم تعود إلى الجسد بعد قليل يعني هو بيتغسل ممكن الروح تبقى فيه بالقطع هي فيه ولما حد يكلمه أو كده بالقطع هو سامع كل هذا وارد عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يذهب به إلى القبر فتأتي الملائكة ويقيمانه ويجلسانه فيسألانه فيسمع صوتهم ويجيب إذن الروح في الجسد هي ثم تظل الروح معلقة بالجسد حضرتك زي الشعاع اللي ليه بقرة على الأرض لو جبنا لندة ولعناها بس اللندة دي في السامع وبص على الأرض روح الإنسان تظل معلقة بجسده هكذا أبدا إلى أن تقوم الساعة ومن هنا فليعدي على قبره ويسلم عليه يرد عليه السلام وإن كان صالح يتونس بمن يزوره آه يعني حتى لو الروح في السماء فهي متصلة مع الأرواح فوق أو كده بس حاسة باللسل متصلة بالجسد فيه شعاع حين وموضوع اللمبة ده كده الشيخ هو بيفهمني من روحه عشان الموضوع فيه لبس جامد ربنا يكريمك فيه شعاع ما بين الروح والجسد الميت مدفون في القبر في السيدة عيشة عندنا هنا وروحه في السماء لما حد يعدي عليه هو عرفه السلام عليكم يقول له عليكم السلام بغاية من تقوم الساعة إلى أن تقوم الساعة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من ميت يمر عليه أحد من أهلي فيسلمون عليه إلا رد عليهم السلام إذن المعلومة دي خدناها من سيدنا النبي لأن احنا ما عندناش معلومات عن ما بعد الموت محدش مات واتدفن وبعدين رجع قال لنا ده حصل كتو كتو